اشتركوا في القناة المورقة بخطوات بسيطة هي من بين التحضيرات لنقوم بها لشهر رمضان المبارك ورح نشارك معكم تانيك طريقة الاحتفاظ فيها في المجمد مع مدة الاحتفاظ بها فابقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الابيض او الفارينة كأس مملوء من الماء البارد رشة صغيرة من الملح ستين غرام من الزبدة الخاصة بالتوريق هادي شريتها هادي جاية من الجزائر واذا ما تيمت وفرة عندكم تقدروا تتعملوا هاديك الزبدة اللي مايكونش فيها الملح رح نحط لكم الصورة تحها باش تشوفوها بنسبة اللي بنات اللي عايشين هنايا هنا بنسبة لستين غرام من الزبدة هو هو تقريبا خمس مغارف كبار لازم تكون باردا هادي هي الزبدة اللي متوفرة هنايا كي نانسالة هنا رح اندخل جايدا هاديك الزبدة مع الفارينة وهاديك رشاتة عالملح رح انخلطهم جايدا حتى تدخل مليح هاديك الزبدة في الفارينة ومبعد باش نبدأ ندير في الماء في التدريج حتى نلم لعجينة هذا مجرد جران بول جي ملانجه 500 جرام دفارين وأlor مرد لجلي及ه ثم للح�نت بال حرارة وشكرا الجلي السواج hehe جادرية وسيطية بعضعة للغمانية صوتي جانبها جلrolle اєجم مع نم يعود بالضيلة بالض LEGO nota انفق يتكلم دور deploy Emergency كن قليلا العمل كيف ايش في بيتخير الابات جس كالسوى بيان امانجن. انسويت دونك هنه يا راني كما شفتو ضفت الماء في التدريج و جمعت العجينة دوك رايح نعجنها غير شوية فوق سطح العمل اللي درت فيه شوية تاع الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة لي تكون ملساء. هنا راح نحل عجينة تاعي على شكل مربع نقولو هكتك خمستاش سنتيمتر و راح نغطيها بالفلم الغدائي و نديرها ترتاح في التلاجة مدة ساعة. ي jلمLe a formé un carré d'environ 15 cm. Et je vais la couvrir avec une pellicule de plastique et la réfrigérer pendant une heure. للتواريق رح نحتاج 400 غرام من الزبدة الخاصة بالتواريق ورح نضيف عليها 4 مغارف كبار من الدقيق الأبيض أو الفارينة والزبدة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ رح نعجنهم جيدا باش نتحصلوا على شكل عجينة بالتواريق رح نضيف عليها 400 g برر رميق مع 4 سفرين طبق بالتواريق جمعين وفرق.aros سواء وفرق. نحن نحن نضيف براس سرين سواء الزبدة سيء برر رميق سوفان الزبدة ستأخذر في يمكنs استخدام برر رميق سوفان الزبدة سيئرين طبق هنا ورقة من الفيلم البلاستيكي ورح نحط من فوق هديك الزبدة وهنا رح نغلفها من ورقة أخرى من الفيلم البلاستيكي بواسطة الحلال رح نحلها باش نعطي لها شكل المرابع ونديرها في تلاجة باش نخليها ترتاح مدة ساعة جزي للملنجة دو بير entre 2 feuilles de pellicule en plastique et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie je vais essayer de former un carré le refermer et le placer au réfrigérateur pendant 1 heure بعد ما نحيت العجينة من الثلاجة وخليتها ترتاح مدة ساعة رح ندير شوية تاع الدقيق الأبيض في سطح العمل ورح نبسط العجينة التاعي باش نعطي لها شكل مستطيل أبسط العجينة التنسى نضيفها ترتاح دورة سوف نضع الزبدة من الثلاجة سوف نضع الوسط سوف نضع الكبير في الباب سوف نزلع اللي من الجهاتين وكل مرة نحاول كيف اش نحي الفارينة اللي تكون زائدة من الجهاتين والìح نحاول نغلقعلي هاتيك الجواند باش يبقى لها ありك الصبدا في الداخل و باش كي ريحن حلها بالحلال ما ريحج تخرج بعد積 teammate قبل قصressed لключ Wiset mikvins. لسجن壁 turismo نقود الدحول لavier quest platform نقود حسności ومع المنزل تجربة لعجينة الاخرى من الزيهات الأخرى وفي مواسطة الحلال سوف نحاول نضرب بشوية كي السفر تطلع مع هذه العجينة ويبدونا سأترن لعجينة الاخرى على المنزل لعجينة داخل لعجينة الاخرى اعبسر اكتب المصدر ثانيا سأره سأضع انسان يجب المصدر يجب الزهر الو حول سأره يجب المصدر ونزيد نقلب الجهة اليسرى كما مضح هنا في الفيديو وهنا ثانيك نزيد نحيلها هديك الفارينة من الفوق ونعاود نقلبها يعني نديرها مثل كما نغلق الكتاب وهنا رايحة نغطيها بالورق الشفاف ولا الورق البلاستيكي ونديرها في تلاجة مدة ساعة j'ai rabatté les deux bandes vers l'intérieur juste qu'il se touche à peine ensuite je l'ai plié en deux de façon d'un livre maintenant je vais la recouvrir et la mettre au réfrigérateur pendant une heure رايحة نعاود ندير نفس العملية مرة ثانية ونعاود ندخلها لالثلاجة ترتاح مدة ساعة ونعاود نديرها مرة ثالثة بنفس الطريقة وتكون لعجينة تعي واجدا je vais répéter l'opération deux fois en prenant soin de réfrigérateur une heure entre chaque opération je vous laisse avec les images je vous laisse j'ais j'a j'ais بعد مكملت الدورة الثالثة بعد 저희가 نقوم بها الى السيارة الموالية كما ترى خطواتها جد بسيطة يعني أي واحد يقدر يدير هاد العجنا المورقة في البيت و تقدروا تديرو بها دي بولوفان ديرو بها دي كورني سوختو في الشهر رمضان تقع بالنسبة هنا يلي 500 غرام من دقيق الابيض نحات لي كيلو و 172 غرام ما شاء الله كما راكوا تشوفوا في الطريقة الاحتفاظ بها كما قلت لكم انا حنقطعها الى 4 اجزاء راح نحتفظ ب 3 اجزاء في المجمد وحنحتفظ بجزء في الثلاجة بالنسبة هنا يلي مدة تاع الاحتفاظ بها اذا كنتوا راح نحتفظوا بها في الثلاجة تبقى من 3 ايام الى 4 ايام ولازم تغلقوا عليها بمليح بالورق هداك الورق البلاستيكي ولا راح نديروها في المجمد راح تشد لكم حتى 3 اشهر وصلنا هنا للنهاية تعل فيديو تعل يوم تمنى انو الوصفة ناجت اعجابكم ورحين تجربوها وتنجحوا فيها واذا اجبت لكم الوصفة ما تنساوش تخليوا اعجاب وتعليق مشجع فضلا لا امرا نقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديدة سلام سلامة ترجمة نانسي قنقر